ما شاء الله احلى رزب حليب حلع طيب بارد ما اطيبه ما شاء الله عليه طبعا انا بحب غلفه رزب حليب بعد اسبوع بطالعوه بطالعوه بازينه بطالعوه بازينه ما شاء الله عليه شايف شون انا بحب غلفه غلفه هيك ما بزله شي ما شاء الله عليه تبارك الله جربوه ما بتندم بعد ازنكن لا تنسوني باللاق والاشتراكة والتعليق الحلو مثل اللي كون حبايا بقلبي الله يسعد لي اوقات كون حبايا بقلبي متعبيني وهم تكون حبايا بقلبي الله اليوم بطرق طريقتنا رزب حليب اكلة طيبة وباردة وحلى حلى بارد طيب معي انا كوب نشا ومعي كوب وربع سكر ومعي ما زهر ومعي خمسة حبات مستيكا طبعا وانا حط الحليب على الطنجرة دوني قدر ثلاثة كيلو حليب ثلاثة كيلو حليب يعني كل لتر حليب اه تقريبا كيلو حليب يطلق شايفيني شون ومشنغلين النار وهلا عم حط الحليب بالطنجرة بهالطريقة طبعا وانا نعها كعسة رز بقلب كيلو حليب بلتر حليب مسخنا الحليبات طبعا وحطها كعسة رز وتركتهم لمدة ساعتين طبعا هيك الحلق الرز بيطلع من السنة وبيستوي معي بسرعة وهلا عم سقطهم فوق الحليبات طبعا حطيت الحليب مع الرز والرزات اللي نعطتهم بالحليب وبحرك كل الشو شوية بحرك طبعا شاعة ما يلزق الرز طبعا بصفلة طنجرة شايفين بها الطريقة كل شوية حركوا شاعة ما يلزق الرز مايكابتل معنا بها الطريقة طبعا كل كيلو حليب بده فجان رز قصير قهوة وفجان سكر طبعا سكر حسب الرغبة في ناس بحبوه دلع في ناس بحبوه حلو السكر طبعا حسب الرغبة ومع الأول نشا بتكفيهم كل كيلو حليب طبعا من ضلع من حرك ليستوي الرز ما منحط السكر والنشا حتى كون استوي معنا الرز طبعا من ضلع من حرك ليستوي الرز يدنا استوي ساعتها مسقط السكر والنشا طبعا هلأ استويت الرز شايفين تفتحت معنا واستويت هلأ بحط السكر وبحرك حتى يدوب السكر طبعا هالطريقة طبعا محرك ليدوب السكر أنا حطيت أربع كيلو حليب كوب وربع سكر طبعا هذا هو الفنجان فنجان القهوة كل كيلو حليب بده فنجان رز وفنجان سكر ومع الأول نص نشا طلع الضابط معكم بهذه الطريقة وأنا أربع كيلو حليب حطة هلأ طبعا بدي يدوب كوبة النشا اللي عندي ست معلق نشا دوني حطونا كعسة مية وبدوبه هالطريقة هيك أسهل يعني حطونا كعسة مية وعم بدوب النشا نشا بدوب وهلأ بسقط الفقر الحليب بحرك وبسقط مية النشا شامي كبتن معنا مضلع من حريك شايفين شنوه؟ بتحركوا بالسقط ومية النشا طبعا هلأ مستوير الحليب معي الرز بحليب مستوى معي بتحركوا تقريبا 5 دقيقة على الغاز عشان طعمة النشا تروح طبعا طبعا ملوشة الغازة هلأ علي أنا بوسط طبعا معي عند دياغ 6-7 حبات مستيكة حطوهم معلقة السكر وبزحنه شايفين شلون؟ بزحن وزحن حطي يدوب معي حبات المستيكة طبعا أنا هون دابت يعني زحنت حبة المستيكة صارت بودرة معي هلأ بسقطوا ورز بحليب وحرك بها الطريقة طبعا انتو المطيبات شو بتحبوا تحطوا؟ حطوا أنا بحط ما زهر وحبت المستيكة بس هاي بترجع لكم اختياري فينا كل واحد بحب شو بحبي يحط المطيبات واطيبشي المازهر والمستيكة برز بحليب طبعا هلأ صارت جاهزة أنا عندي اللي بز بحليب استويت خلاص هلأ بطفي الغاز عليها وبسكبها بقى بسكبها بزبادي طبعا هشافيني شنو هستويت هاد القوامة اللي بنيها خلاص صفيت الغاز وهلأ عملت بس بدي اسكبها بحرك وبعبي بلك بجاي شافين شنو؟ بها الطريقة طبعا شو بتحبوا تعبوهم بالزبادي هيراجع لكم صاروا خلاص عبيتهم أنا ما شاء الله ما شاء الله طبعا رز بحليب رز بحليب بحطوا بالتلاجة ما بصلوا شي بعد اسبوع عندي ما بصلوا شي بعض الطريقة رزينت بس ثلاث شايفين ثلاثة زبادي بزينة هيك بتحبوا شو بتحبوا تحطوا لمكسرات حلو وحلو جوز الهند كما بتعبووا تحطوا بش جوز الهند أكله طيبة يرز بحليب حلاء طيبة كثير كثير نحنا منحب أنا بحب الرز بحليب لازم كل اسبوع أطبخه بالو نفسي عاكل بيطال عزبدي بياكلها باكلة الرز بحليب طيبة حلاء طيبة شايفين شلون أبغلفهم بأطريقة أبغلفهم رز بحليب وبحطوا بالتلاجة ما بصلوا شي ما شاء الله عليه تبارك الله